اذا عدنا حديث القاهرة وحديثنا في هذه اللحظة رياض اقتصادي مختلط لان احنا معا واحد من اهم محررين الرياضيين الاقتصاديين في الشرق الاوسط السيد عبد الرحمن الشويخ اهلا بك منورنا اهلا بحضرتك ومبسوط جدا ان انا محرر اللي خليك شرف لينا العناوين كثيرة وموضوعات وملفات كثيرة بنراها لحضرتك في مواقع اقتصادية متخصصة عن اقتصاديات كرة القدم وبالذات بقى المصرية لانه يبدو انه احنا عندنا في مصر كمان يعني ظاهرة مهمة للغاية وهي الانفاق المالي المتضاكم والمتضاكم في كرة القدم بصرف النظر عن العوائد يعني احنا في كل بلاد الدنيا بيصرفوا ويكسبوا احنا بنصرف ونبنكسبش معزك بنصرف مواصل الصرف ده سؤالي معاك مبدئيا وهو هل احنا وإحنا بنكلم على كرة القدم في مصر صناعة مربحة بما لا يدع مجال للشك جميع الاندية المصرية خاسرة في ملف كرة القدم تماما جميع جميع الاندية بما فيها بيراميدز بيراميدز اكثر الخاسرية كمان يعني دخالها استصمار خسران يعني هقول امثلة بسيطة جدا في انسياق الميزانيات اللي اعلنت طبعا احنا لسه حتى الان ميزانيات 2022 ما اعلنتش ففي ميزانية 2021 النادي الاهلي انفق 660 مليون جنيه واراداته بلغت 550 مليون جنيه خسر 110 من ضمن المية وعشرة فيه 107 مليون جنيه بند اضيف لتخفيف عبء الخسارة تحت مسمى دعم الاشتراك الاعضاء لأول مرة لفريق الكرة يعني ضيف على المية وخمسين دولار 107 المية وعشرة هنضيف عليه المية وسبعة يلا حتى الخسارة 200 شوائع هتبقى 217 السنة اللي قبلها كانت الخسارة 227 و250 ألف ده اللي بكلمه على الفريق اللي صاحب الرعاية الأكبر بالضب والأضخم والدخل القوي 550 مليون جنيه اراد ومع ذلك الخسارة 227 و217 بالضبط ده اخر الرقام المعلنة المعلنة وده ارقام رسمية من الميزانية الرسمية للنادي الاهلي طب ده الاهلي بالاهلي بالنسبة للزمالك الحجم الخسارة اكبر ليه لانه نادي الزمالك الارادات اقل بكتير الارادات في نادي الزمالك تتراوح في اخر سنتين ما بين 196 و197 مليون جنيه بكس والله ده كان سنتين اضطراب ولجان مكان مجالس يعني ده معجزات بالضبط والانفاق في نادي الزمالك كان في 2021 464 مليون جنيه مخسارة 268 مليون جنيه فهنا بنتكلم حجم خسارة كبير جدا 268 مليون جنيه ده مبلغ كبير صحيح يعني بعض الاندية ميزانيتها ما توصلش اصلا برامة سباقة والاسماعيلي والمصر هو احنا بنتكلم في شقين احنا عندنا نموذج فريد على مستوى العالم في مسميات الاندية احنا عندنا اندية اهلية اللي هي الاهلي اللي احنا بنقول عليها الاندية الجماهيرية اهلي وزمالك واسماعيلي ومصري واتحالي وهذه الاندية ملزمة سنويا انها بتعقد جمعية عمومية بتطلع فيها الميزانية بتاعتها نزلوا كذلك المحاسبات واللي برائب بتاعت كمان على الاسوار والمحلة ولا المحلة شركة لا المحلة تابعة لإدارة قطاع الأعمال العامة صحيح فيه وده نموذج لوحده فيه نموذج اندية الشركات اندية تابعة لهيئات وشركات زي ام بي وطلاع الجيش وغيرها فيه اندية خاصة وهي تابعة لأفراد أو شركات خاصة زي بيرامتز وزي فيوتشر في خينة دي موجودة في أي مكان في العالم؟ مفيش في أي مكان في العالم هذا يعني أقول لحضرتك أنا كان من النقاط المسيرة كان فيه تقرير عملته من فترة اسمه دور الشرق المالي كانت يعني بصت في الجزائر وتونس والمغرب والسعودية جميع أكتر العربية المجورة وأكيد احنا مطلعين على الكرة الأوروبية مفيش في العالم كله هذا الشكل الغريب من تركيبات الأندية شبه الاقتصاد البصري بالضبط خليني أسألك بقى مع التنمع الملكيات ده وتراول الأشكال لكن هل فيه أرقام معلنة عند الكل؟ لا هنا بس الأندية المطالبة بالعرض للمان العام هي اللي عندنا أرقام بالضبط الأندية الأخرى تتعامل مع مثل هذا النوع من يعني مجرد أن بس شركات مفروض فيها وكأنها أسرار حربية فعلا بس كل الشركة تقوم بمنزانية المفترض أن ده حتى يبقى معلن ولكن للأسف الشديد حتى مجرد أن أنا بستفسر بتعامل معاملة أنت عايز تعرف ليه صحيح يعني تتجابز أنت بتفكر أن أنت بتعامل مع منشستر يونيتد هيعلن كل ثلاث شهور أرقامه بيعلنه كل ثلاث شهور بشكل ربع سنة يعني واحنا بنكلم على السؤال الأولاني اللي هو هل تربح حصناعة كورة قدر في مصر؟ هل تكلمت ليه خسرانة خسرانة طب لماذا تستمر كورة قدر في مصر كحصناعة؟ لماذا تستمر لأنه شيكان خسرانة بتستمر إزاي؟ أحنا عندنا ليه بتستمر إزاي؟ ده سؤال مهم أحنا عندنا بنتكلم في النادي نادي اجتماعي متعدد الأنشطة فالأندية بتشوف طريقة منها لتقليل حجم الخسائر ولا هو بيع العضويات وفتح فروع جديدة وبيع العضويات منها وبالتالي تطلع بعض الأندية تقول لك يعني مثلا على سبيل المثال النادي الأهلي قال طلع ميزانية السنة اللي فاتت بحجم 2 مليار و 539 مليون جنيه ده الميزانية المعلنة الميزانية دي جاية منين؟ لأنه النادي بيبيع عضويات بيفتح فروع جديدة ومن خلالها العجز بتاع الكورة بيسد في مناطق تانية أي نعم النادي عنده كان بشكل عام فيه كمية عجز لكنها مش عجز كبير حوالي 39-40 مليون جنيه والزمالك نفس القصة أنت بتحاول تعالج ده يقول لأنه عجز أقل فيما يخص النشاط الاجتماعي وعجز واسع بالضبط إجمال إرادات النادي يعني في الاتنين ماليا خسراني بالضبط طيب نروح بقى لمناسبة أنه إحنا بناستمر بشكل عجائبي برضو مش عافية أستمر لكن ليه يتخش شركات جديدة كرة القدم رغم أنه سوء أرباحه محدودة وكسائر واسعة والله ده من الأسئلة برضو اللي يعني تحتاج لشوية تفسير ولكن يعني بنجتهد قدر الإمكان لإيجاد حاجة ممكن نستند عليها في حاجة عالمية نحضرتك يعني أستاذنا وعارف اللي هي صناعة البراند يعني فكرة أن أنا بقى أصنع علامة تجارية وربما يكون ده الهدف والله أعلم من نادي بيراميدز فكرة أن أنت بتصنع علامة تجارية وتبدأ العلامة دي أن أنت مش بتخسر ولكن بتكبر الاسم نفسه ومستقبلا من الممكن أن تأتي فرصة لبيع للاستثمار وبيع هذا النادي أو أنه ينضم لمجموعة عالمية مجموعة أندية عالمية كأحد الأندية التابعة لها ده ربما يعني لا أستطيع الجزم به ولكن وفيوتشر وفيوتشر وفاركو فاركو يعني والمجموعة نرس الدوري شركائي هي تفصيلات حضرتك يعني مثلا فاركو كنا الجولا وبيديجلا سيراميكا دي عندها نشاط اقتصادي آخر بتروج لي من خلال فريق الكرة يعني كعمل دعائي أعلاني من نشاط الأصل بالضبط فده هو المنطق في الإنشاء بالضبط وبرضه دي حياة مش موجودة محاولات بحسية يعني هي هو في الأخر دي حياة لها إزاي برد بالضبط لا بس ليوفي مثلا وعدك شركة السيارات بتاعته يعني برضه في برد شركات كوفرينج لها آندي أو يعني صورة عندها بس ده نشاط تاني ده يعني النادي منشأ يعني حتى التجربة دي موجودة حليلا بدت تطبق في المملكة العربية السعودية فكرة أن النادي هو الأصل وليس الشركة هي الأصل هنا الشركة أنشئت ثم عملنا نادي لكن النادي موجود وبيعمل أنشطة واستساوات ومملكة نعمل كم من الغرائب والعجائب في اقتصاديات كرة القدم في الدولة المصري إلى حد يعني يجعلنا نزيد درجة الاندهاش إلى الانزهال لكن خلينا بقى نضروح بعض الفاصل للقيمة السوقية للدورة والأرقام وهي تترجم يعني اللاعبين وقيمة الأدية بعض الفاصل بعد الفاصل في حديث القاهرة نستكمل الحوار حول اقتصاديات الدور المصري والقيمة السوقية للعبين المصريين موسيقى 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 وهو بيحللنا هذه الأرقام وقدمها لنا الفضل يفن نطلع الأرقام على الشاشة موسيقى موسيقى الأول هنتكلم عن القيمة السوقية لأندية الدورة المصري موسيقى ثلاثة مليار جنيه ده قد ايبه في العالم المية سبعة وتسعين دولار والمية سبعة وتسعين دولار لا لا احنا بعيد يعني احنا نتكلم مثلا من بابل واحد ومية وستين لا مش لدرجة العلم دولة احنا منين من تولس جميل احنا على المستوى العربي التالت بعد السعودية والامارات احنا معدين قطر رغم ان في مبالك كبيرة ومعدين تولس والمغرب بفارق كبير المغرب مية وطمانتاشر احنا مية سبعة وخمسين المغرب مية وطمانتاشر ومع ذلك هم هم اللي طول الوقت تبعاك في النهائي هم اللي تبعاك في النهائي بالزبط يعني للرجاء للوداد للترجي للصفاقصي ومع ذلك انت بتصرف كل بتصرف اكتر بكتير الاهلي هو النادي الاكسر وقايمة فريق تسعة وثلاثين هو القايمة هنا معمولة على ايه معمولة على اساس اللعيبة الشاركة في مباريات يعني حتى لو هو لاعب ناشئ وسبق للمشاركة فالموقع بيحط له قيمة سوقية بتقييم ده موقع عالمي هو اللي بياملنا ده موقع ترانسفير ماركت هو اللي حاطت القيم دي سبعمية واحد وثلاثين ده متوسط القيمة السوقية لكل لاعب اللي هو الإجمال القيمة السوقية السوقية الكلية اللي هو تمانية وعشرين مليون خمس ومية وتلاتين الف يورو على التسعة وتلاتين هادينا السبعمية واحد وتلاتين اه اذا القيمة السوقية لللاعب المتوسط اللاعب سبعمية واحد وتلاتين ألف يورو ألف مش كده بالضبط ألف يورو والقيمة السوقية كلية للأهلي للعائب الأهلي تمانية وعشرين مليون 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 وتلاتين ألف يورو اللي هو يسوي قد مصري اضربوا بقى انتم في عشرين بقى والاعدة وعشرين اه يعني الزمالك بقى تاني برضو قائمة الفريق اربعة وثلاتين اللي شارك ويعني بالأجانب بخمسة من الناول الان اربعة اذا انكم توصلوا أعمار أهلي بشهر القيمة السوقية بقى لللاعب الواحد ستة مية واحد وتلاتين ألف يورو بجملة اتنين وعشرين مليون مليون تلاتة وتمانين تمنمية وتلاتين ألف يورو أقل من الأهلي بقرابة خمسة وشوية بالضبط مليون يورو بالضبط البرامدز البرامدز القيمة تلاتين اجمال القيمة السوقية للفريق سبعتاشر مليون ومتين وتلاتين ألف فيوتشر القيمة السوقية احداشر مليون ومتين وتمانين ألف المصري القيمة السوقية تسعة مليون مية وتمانين ألف سيراميكا كيليوباترا سبع مليون يعني الفرق الجماهرية طلعت سبع فرق الشركات كمان بس سأقول لحضرتك الأهلي والزمالك لكن بيراميدز وفيوتشر المصري السنة دي عمل موسم انتقالات قوي فالقيمة السوقية اللعبت ورتفعت لكن هلأ المصري تحت منه سيراميكا كيليو باترا والبنك الأهلي البنك الأهلي وسيراميكا فرق بسيط جدا سبع مليون تسار نروح للعيبة عشان نقرأ ده من خلال اللاعبين بالضبط من أعلى لعب مصري في القيمة السوقية بتاعته زيزو أحمد سيد أحمد مصطفى لأنه هو يعني أحمد زيزو هو أربعة مليون يورو أجنبي تلاتة ونص محمد الشناوي تلاتة رمضان صبحي عايز أقف عند رمضان صبحي رمضان صبحي وهو وفي الدوري الإنجليزي القيمة السوقية بتاعته وصلت سبع مليون يورو ولي قعد هنا ولما رجع فضل التتناقص السنة اللي فاتت كانت تلاتة ونص والسنة دي حصل تراجع باقت اتنين وتنين لو يجي حد يشتري بيرسي تاو من الأهلي أو يشتري إمام عشور من الزمالك المفروض إنه الفرقيتين يطلبوا اتنين مليون يورو هو ده التقدير بتاع الموقع ولكن الطلب مختلف يعني مثلا مثال بسيط لما النادي الأهلي فكر يشتري حسين الشحات وكانت الصفقة مطلوبة كانت قيمة سوقية لحسين الشحات 800 ألف يورو واشتراها بخمسة مليون دولار بخوري سود مثلا سابريو ده فرق مرعب هو كانت صفقة أشبه بحالة جماهية 3 مليون و600 ألف بقى 800 يورو ده في 20 بالظبط يعني يعمل 16 مليون فاشتريه بخمسة مليون دولار كان بـ 90 مليون جنيه تقريبا وقتها زيزو معلش بمناسبة المنتابع القيمة التسوقية يستهل 9 مليون لا طبعا واللعيبة اللي موجودة دي احنا شايفين زيزو 4 مليون يعني قرابة 80 مليون جنيه كان جايله عرض من الريان القطري بمبلغ أكبر من ده فعلا فده العيب إليو ديانج نفس القصة يعني لعب مطلوب أوروبية يعني منطقية دي أرقام مقبولة جدا الشناوي ربما يكون مبالغ فيها شوية رمضان صبحي يستحق مبلغ أكبر من ده بشوية تركيز منه هو السبب في التراجع اللي حصله بيرسي تاو كان 3 مليون يورو لما رجع وسعره قال مع الإصابات بس واضح أنه بيرسي تاو محمود الوينش إمام عشور أفشا محمد شريف كلهم أرقام تكاد تكون متساوية متساوية بعد كده بس واضح فيه يعني أرقام كويسة في السن بس أنا عايز أقول لحضرتك حاجة ما أنا في الآخر بسطفى فتح بيش 21 سنة طبعاً بسطفى فتح 28 سنة لو هنتكلم مثلاً عن لعيب مثلاً أي لعيب مثلاً نتكلم في إمام عشور إمام عشور هنا 2 مليون يورو القيمة السوقية لكن لو فعلياً يتبعه يتبعه أكتر من كده بكتير ولو فكر نادي يشتريه في مصر وده أمر أشبه بالمستحيل يعني لو السوق زي أوروبا وانت بتفكرت لعيب فالزاملكة هيطلب فيه كام هل هيطلب 40 مليون بس لا طبعاً نحن عندنا فيه لعيبة اللي أنا عايز أسأله اللعيبة في مصر يستاهل 40 مليون و30 مليون هو المطر إمكانيات الفنية عطاء في الملعب بالضبط ده يستاهل الأرقام دي مش كل اللعيبة يعني فيه يستاهله فيه لعيبة فيه لعيبة لو أنا بقول لحضرتك يستحقوا هذين المبالدين يعني أنا لو بقول لحضرتك مثلاً نموذج أحمد سيد زيزو ده كان لعيب جايله عرض من الرياني القطري بكلام أكتر من 5 مليون مش قاعد سيد زيزو عشان كده هو رقم واحد اللعيبة الآخرين دولار فيه لعيبة مبالغ في أسعارها لو بيطلقل من مش عارف من فيوتشر يروح مش عارف سيراميكا ب 16 مليون دي أرقام أرقام مبالغ فيها مبالغ فيها جداً فيه لعيبة اللعيبة بقيلها مرسم بس هذا صعب جداً احنا قدمنا حوار طويل وممتدة على حلقات بقى نوعاً نقرأ إن شاء الله اللي بيحصل اقتصادياً لكرة القدم المصرية لأنه يبدو للاقتصاد هو وقته ومرحلته هذه الأيام حتى في كرة القدم أستاذ عبد الحرشويخ أشكرك للغاية أشكركم وألتقي بكم بإذن الله الأسبوع القادم أما الغد فموعدكم مع نجم الإعلام المصري بأستاذ خير رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة